اهلا بحضراتكم الجديد لا تخافش على الاهلي الطلمة الاهلي عنده قواعد ماشي عليها لا بيتجاوز عن خطأ ولا يمكن يتهاون في عقاب اي واحد من لعبيه او منتسبيه يصدر عنهم سلوك يخرج عن الاطار الرياضي العام عشان كده كان هناك كلام كثير في الغربال حاكموهم قبل اعدامه قبل ما تعدم حسين الشحات على اللي حصل حكمو هذا المناخ العام اللي سمح بانفلات كتير من اللعيبة مؤكد انه صفعة الوجه خطيئة مش خطأ منهي عنها حتى في كل الشرائع والاعراف الاخلاقية ولا يمكن ابدا ان احنا ندافع عن خطأ كائن من كان لكن لو عايزين تجتثوا كل هذه الاغصان المضروبة المعطوبة شوفوا الشجرة مين زراعها مين اللي سمح بشجرة خبيثة في الارض الرياضية تنمو بهذا الشكل مين اللي سمح بالسلوكيات الرياضية الخارجة والخارقة تتمدد وتنتشر في كل الملاعب فين العدالة فين العدالة الرياضية بجد كل الناس اللي بتتكلم على خطأ احنا اول من قدنا هذا الخطأ والكابتن سادة عم حفيز بادرة بالعقوبة قبل ما حد يتكلم خالص بس مش ده خطأ وليد المناخ العام مش ده متكرر ومتجزر في ارض بتسمع كل الاساءات والخوط في الاعراض وانتهاك الحرمات والتجاوز ومحنش بيتكلم للأسف حتى الساحة الاعلامية نفسها لا تتصدى ابدا لاي شيء لحد بيلوم الناس ولاحد بيعاقب ولاحد بيتكلم على انه الامور بتصل الى الحدود الدنيا من التجاوزات محنش بيتكلم محنش بيتحاسب وحتى الشكاوى اللي بتتقدم لا تمس طب انتوا عايزين العقل الجمع بتاع اللعيبة وغير اللعيبة يترسخ جوها ايه غير انه هناك من هم فوق القانون ولا ايه ولا ايه ولا ايه يا سيد ابراهيم لان الحقيقة احنا نبهنا من سنوات وحضرنا ان يصبح نموذج البطل هو النموذج المتجاوز اه ايه يبقى اخطحقه بايده وبفتحة السدر وبالاساءة الاخرين دونا وهو امن انه ما فيش حساب اه وقلنا انه ده حيؤثر على منهج اخلاقي باستخدام الفاظ مش في كرة القدم الهجاصين والكذبين والمش عارف ايه والكفتاجية ده دي الفاظتو قال في تحليل عن مدربين واصبح ان ده هو النموذج وعدين على طول كل القناة دلوقتي اتنين ها لازم نولع الدنيا في واحد بيستخدم هذا المنهج يمثل الزمالك او كاره للاهلي حتى نزيد عليه بقى انه مش بس زمالك لا ده كاره للاهلي وجيب واحد قدامه اهلاوي ها عشان يرد هو ده المشهد الاعلامي النهاردة فانت مش النهاردة من مدة انت اذا يا استاذ ابراهيم محدش رايح في العمق زي ما انت بتقول العمق انك انت الثقافة دي لو استشرت اخرتها ايه اخرتها تبتدي تتنقل لجوه الملعب انا بدافع عن سلوك اللعبة المشين في موجد طيب انا بروح احتفل مع جمهوري وهو بيشتم ها المنافس واتي بحركات منافية للاخلاق اصبح اسطورة ولما يرد عليه يدافع عنه فهتجاوز ويصفع ويرفع الحزاء ويسب مش بس نديه يسب المنافسين ونديه ورموزه ولكن كله الصالح لما يتكاتب ضد الاهل نيجي نشوف بقى في الاهل وكأن القدر ارادها من احنا الرد العملي هي قيم الاهلي هي قيم الاهلي الاهلي بمجرد ما شعر ان فيه خطأ كان العقاب الفوري الاعتذار الفوري والعقاب الفوري ولا مخرجش من بر الملعب قبل ان يحاول ان يصاب ماء وممكن تصويبه اخلاقيا اما العقوبة نفسها ما حدش راح اقدم الالتماس بتخفيف العقوبة بالعكس صدرت في نفسي اليوم ودي برضو ما حصلتش قبل كده وتقبلها اللاعب وتقبلها الآل ولكن الآل يتساءل اين عقوبة الاخرين عشان انت الوقتي طب اين النار ده طرفين كل خطأ فيه طرف معتدي وطرف معتدي عليه التحقيق هيقولك انت طب ودعت ده ليه حتكتشف زي ما حنكتشف دلوقتي لا ده فيه تجاوز اللاعب صوته صورة طالع يا رب نقدر نعترف في الفيديو ده وهو على الارض والشتامني بامراتي وبامي وصورة تانية هو بيصغر في جماهير الاهلي طب انت كسبان ما لكم الجماهير الاهلي وهنا عندما يتجه ايه اللاعب وهذا خطأ حدث ما حدث احنا عايزين نفعل نفعل مبدأ صواب وعقاب بس على الجميع نوحد مرة المعيار سيد برم نتحدث عن توحيد المعيار ويجب ان يكون توحيد المعيار في اتجاه الجزاء مش التسامح التسامح ده اخلاقي خلاص انا وانت صالحنا ولكن المجتمع لا يخد حق لكن بخلاب في هذا فتقول في كل صغيرة فين قيم الاهلي وما باد اهيه الاهلي ما بيبادش على الخطأ عارفت حد غير اللي قال يعمل التصرف قبل كده قابد قابد على فكرة عقوبة مالية كبيرة ولو عايزين نطلع نوك اكبر من اللي تقال في المواقع انا مش بناقش تفاصيل الواقع دي بات حننقلش فحين انا بناقش المبدأ عايزين نقول لكم الوقاعة التي مرت بالعكس تم الاحتفاء بيها نجيب لكم حلقا خصصها لكم سواء في التجاوزات في مواجهة الجماهير اللي اصبحت اخطر ما يكون انت لا يمكن ده وصل ان فيه مدرب بيحتكي باللعيبة عشان مش عاجبه طريق لقمه دون ان يعبق بان تصرفك ده ممكن يخلي اللعيبة دي تعمل معاك ايه وامر الامر ويدخلق على ازوريو مدرب الزمار مع محمد عبد منعب وامر الامر هكذا ها حدش قال ان مدرب زي كده راح يحتكي باللعب طب لو ارد الفعل كان وحش ايه اللي هنعمله بقى محدش لا محد يعني احنا عايزين عايزين ايستاذ ابراهيم احني نزبط المناخ الرياضي وحذرنا ان ده حيتفاقم وحتصاعد وحيتفاقم وحتصاعد وصل الامر النهاردة لعمل التحريد عيني عينك على شاشات شاشات المنافس روح اعمل يا ابني بلاخ في النيابة وروح الصفارة وروح للاتحاد وروح لمحكمة العد وروح والاتحاد الدولي هل هذا ممكن هل هذا مسموح بيه هل هذا شأنك بص يا جماعة يعني اقول لكم نموذك بسيط جدا على دال عشان تعرفوا انه المناخ العام نفسه هو اللي بيفرز كل البلاء السوداء دي لما حصل جواب مزور ضد الاهلي يتأهم الاهلي بالتزوير والشركة الشركة الوطنية الرعية ويتطعب بما هي قدمت رشوة الحكم ويتزور خطاب منسوب للنادي الاهلي ومنسوب لهذه الشركة ويجبت تزوير الإزاء وضرب هشام محمد لعب الاهلي وجرحه بشكل خطير قبل المباراة وده كان بفعل جواب مزور سفر من مصر واعترف البرنامج التونسي قال لك معد الكابتن خالد الغندور وسمه بالاسم جنينة اه مهر جنينة تم تسمية الاسم ايه اللي حصل مهر جنينة وتعرضت بعثة الاهلي للخطر الحقيقي في تونس في مباراة كان ممكن تتلغي حدد حاسب ما أنا بقول لكم المناخ المسموم ده شوفوا الطبخة المسمومة دي مين اللي بيعملها قبل ما نحاسب الشحات على خطأ احنا بنرفضه وبنقر أي عقوبة ضده لكن شوفوها هي خطيئة بنت هذا المناخ أستاذ براهيم انت ذكرت وقعة أنا بس عايزة أكمل على وذكرك بالأمر إن الجواب ده مش بقى صراح تونس للإعلام التونسي ضراح صورة منه لمجلس الشعب وقتها كنت أتصور مجلس الشعب أو اللجنة اللي راحت له يبادر بالتحقيق ويقول لنا عمل إيه والنتيجة هل الجواب ده صحيح ولا فيه تزوير فج ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر